رظيم جدا. الدورة بكرة هيخلص? آآ لسه. لسه. يعني آآ فوز الزمالك يديك آآ حق ان الزمالك قرب بنسبة سبعين في المية. سبعين. مش اكتر من كده. ايوة. اني لسه في ستة ماتشات. ايوة. وما تضمنش اي حي. خلي بالك ان كله هيتوحش. في النهاية كله هيتوحش. حدش هيخب من الاهلي ولا زمالك ولا برامتز. لان هو يا روح ما بعدك روح انا محتاج النقطة. محتاج التلات نقطة. صح. نهاردة شوفنا استريم كومبري بيكسب. سلامي كلباتر. بقى له ستة ماتشات ما بيكسرش. صح. منهاردة شوفنا آآ آآ غزل المحلة بيكسب. صح. فمحتاج النقطة. فمحتاج التلات نقطة. مم. فمش هيهمه المنافس قد ما هيهمه ان هو عنده دوافع داخلية ان هو يكسب عشان يظل في ضائرة الدوق. مم. ده مهم جدا للعيبة. فاللعيبة عندها دوافع اللي هي في منطقة الخطر. انها تدفع عن نفسها. مم. فهيبقى في ضراءة شديدة جدا. وقوة في الملعب. وفكرة انقضة من 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 تيشيرت الاهلي او تيشيرت الزمالك. و تيشيرت بيرامينز مش هتبقى موجودة. صح. ففكرة فقد نقاط للكبار. لازلت قائمة. وعندهم ماتشات صعبة. المصري موجود. والمصري لست في دائرة الخطر. صح. الاتحاد موجود ولست في دائرة القطر. وهيلاعب الكبار. يعني محتاج الان 3 نقاط. وانت بطبعك عارف كابتن حسام حسن. مفيش. ما بيهبش من حد. صح. وبيزرع ده فدعيته. صح. فالدوري لازال قائم على الورق. لكن في ظل الغيابات اللي موجود فيه الناد الاهلي. الموضوع صعب جدا. ومش عارف سوارش هيتعمل معه ازاي. يعني هو قال لك بكده ان انا الاستشفاء اللي انا بعمله. انا برضو يعني انا مش عايز تاني ومكتريته مش غير كرامي. انا مقدرش اقيم صوارش لغاية دلوقتي. لكن فكرة انت بتعمل استشفاء. وكل شوية بشوف نفس الاصابات. ده امر بالنسبة لي علامة السفام. مضبوط. ازاي مالك عمل ماتشات كتيرة. قلب الاهلي في في يوليو. بماتشين. لكن ما شاء الله الرجل لدكتور محمد اسامة ودكتور عامل المطروي بيقوم بجهد كبير جدا جدا. دكتور محمد اسامة خرج بعد نهايكاس. قالك ان كان فيه اشتباه في الضمة للونش. وقدنا نعالجه في 48 ساعة. والرجل ما شاء الله بيرعب الماتشات كلها. ومتقلق. وكان عنده اشتباه قبل كده. فان هو يجرى جراحة غضروف. ومأجلها. وبيلعب بمستوى شكله ايه. ده شغل الناس اللي موجودة. اللي احنا بنو عليهم. الطاقم المعاون اللي ليه كل واحد يدوره. ده لغاية الوقت ما وضحش بشكل كامل في الاهلي. ومش عايز لهم حد. لكن ده مورثات ما حدث في بداية الموسم. يبقى انت لومت حد. لا من الجيل الحالي. من المجموعة الحالية. مورثات ما حدثة في بداية الموسم من الجهاز السابق. انا ما اكلمش عن الجهاز الحالي. ما اقدرش هلوم. ماش كان. انا اصد انت انت تكير اللوطة لومت الجهاز السابق. اه بس ضبط. بس ضبط. بقية بيت سو جسمان. بس ضبط. عشان في ناس هيا بتحاول تخلي الامور بعيدة عن بيت سو جسماني. الحب جمالي النادي الاهلي عم بيت سمو سماني. بس دلوقتي بدأت الناس تتحدث انه الاحماية البدنية وانو كانش فيه احمال بدنية وكان فيه اجهزات كتير مع بيت سمو سماني وكان فيه تفاصيل كتير اه اللي اثرت على العيبة دلوقتي. والاجهزات كتير. اه. يعني انا كنت بتناقش مع رامي قبل هو. بيقولي اللعابة عندها ضغط. طب ما كان بياخد اجهزات كتير. صح. طب الاجهزات كده كتير دي انت استفدت منها. لأ ضررت. ضررت ما فدتش مع الاجهزات. يعني انت عملت راحة البيان من غير ما تعمل ريكابري صح.